هل الكتابة بالعربية أو القرآن على ورق صنع لدى الكفار في أوروبا؟ هل حلال أم حرام؟ تدمير هذا المرصد مؤشرا على بداية الجمود الفكري في المشرق الإسلامي العلم يتطور عندما يكون هناك تواصل في أوساط جماعة علمية تتبادل المعلومات، تتبادل الأدلة فتتقوى الروح العلمية إلى أخي هناك سيروت تاريخية أخرى فأصبحت وكأن السوق التجاري الإسلامي أصبحت تتضاءل تدريجيا على الأقل أربعة قرون من حوالي 800 إلى 1250 لم يكن هناك مجال لأحد أن ينافس العلم الإسلامي في العلومي والفلسفتي والمنطق والطبي الأخير حوالي أفو تلتميان ظهر هناك مفكرون حتى من داخل الكنيسة يخططون من أجل تملك هذه العلوم وما الفرد إلا فاعل ضمن هذه السرورة التارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد بن ناصر أهلا وسهلا بك مجددا أهلا سيئيو في الحلقة السابقة قلت إن ابن خلدون لم يؤسس علما من قبيل علم الاجتماع أو ما يسمى علم الأمران لكن في نفس الوقت قلت إنك لا تأخذ بالرأي القائل إن علم الاجتماع تأسس خلال منتصف القرن التاسع عشر ما رأيك بتدقيق في تكون السوسيولوجيا وما يسمى بعلم الاجتماع؟ نعم شكرا لسيئيو هذا هو في الحقيقة من قبيل من قبيل الحذر الإبسيمولوجي فالعلم لا يتأسس في لحظة زمنية قصيرة حتى فيما يتعلق بالعلوم الحق وما يسمى العلوم الحق فإذا مثلا لا يمكن أن يقنعنا أحد بأن علم الهندسة قد تأسس في كتاب الأصول لأقليس لأن كتاب الأصول بالذات هو تتويج لسيرورة تاريخية دامت على الأقل قرن ونصف نفس الشيء بالنسبة للإستاتيكا مع أرخميتس نفس الشيء بالنسبة للفلك والفلك سهم فيه مؤسسون كثيرون إذن فلا يحق أن نقول مثلا بأن علم الاجتماع والعلوم المتعلقة به قد نشأ مثلا عند منتصف القرن التاسع عشر على يدي أوجست كونت وسبانسر وسان سيمون وأخرين فحتى في المتنع الذي يعد تأسيسا لأوجست كونت هناك ثغرات لا نرى تطبع ظواهر في جداول في بيانات هناك بعض التنظير كأن يقول مثلا أن الظاهرة الاجتماعية يجب أن ينظر إليها باعتبارها موضوعا أو شيئا أو شيئا من القبيل مثل هذا الكلام نجده حتى عند القدماء تجد شيئا منه لدى ابن خلدون المقريزي الفرابي إلى آخرين إذن فالعلوم خاصة هذه العلوم المتشعبة مثل الاجتماع والتاريخ والاقتصاد والعلم النفس لا يؤسسه فرد واحد إنما يساهم فيه أفراد عديدون على مدى فترات زمنية طويلة وليست قصيرة إذن لا ابن خلدون ولا أوجست قونت أسسها علما جديدا إنما هناك سيرورة مفهومية من أجل فهم المجتمع ولكن ما نحاسب عليه ابن خلدون ليس هو بالضبط ما نحاسب عليه أوجست قونت لأننا قلنا مثلا عن ابن خلدون وقد أشرنا إلى هذا قلنا أنه لا يمكن لفقيه مالكي محافظ ومتكلم أشعري محافظ نقول محافظ لأن هناك تيارات داخل المذهب المالكي الفقهي وتيارات داخل المذهب الأشعري والتصوف في تيارات قلنا ابن خلدون إنخرط في ممارسات فقهية ودينية عادية مفهومية على مستوى المفاهيم لا تسمح له بأن يؤسس شيء يسمى العلم لأن العلم أن تتحدث عن ظاهرة ما رابطا إياها بأسباب وملابسات عيانية يمكن أن تشير إليها بوضوح وأن تعبر عنها بالكميات والمنحنيات إلى أحدها هذا لم يحصل لدى ابن خلدون ولكن أيضا أوجست كونت مثل هذا حصل عند أوجست كونت شيء ما لم يكذلك أوجست كونت ليس ناجح في الأمور ليس عنده بيانة وجداول كما قلنا إلى آخر ولكن هو كان أوضح لأنه يسرح بأن علل الظواهر الاجتماعية كاملة في المجتمع وأنا أبحث في مرحلة الإعداد للحلقات وأبحث في بعض المصادر وأقلب فيها صادفت بعض المعطيات التاريخية التي أثارت انتباهي وهي تتعلق أساسا ببعض الممارسات التي تقول بعض المصادر التاريخية إنها كانت جديدة خصوصا في فترة التي تحدثتم خلالها عن واقعة وهي واقعة مرض الخليفة أبو جعفر المنصور أو مرض الخليفة أبي جعفر المنصور وهو الخليفة الثاني في سلم ترتيب حكام الدولة العباسية على ما أعتقد حين مرض استنجد بطبيب من جندي صبور وفي هذه الفترة تقول بعض المصادر التاريخية أن بعض الممارسات التي وصفت آنذاك بالجديدة تزامنت مع هذه الفترة ومن بين هذه الممارسات وجدت مثلا النسخ والكتابة والسؤال الذي تبادر إلى ذهني وأنا أكتشف هذه المعطيات إلى أي حد ساهم هذا المعطى في تطوير البحث العلمي أنذاك نعم سيوب فهمت ما تقصد وفي ذهني كام صناعة الورق التي دخلت أنذاك أنذاك إلى المجتمع الإسلامي كما قلت يندرج هذا في سيرورة التجديد التي بدأت منذ أواخر القرن الثامن الميلادي منتصف تقريبا منتصف القرن الثاني زمن حكم أبي جعفر المنصور بالقول منذ بروز هذه السلطة الجديدة العبازية فلم تبرز إلا لأنها كانت تحمل مشروعا مغايرا شيئا ما للمشروع الذي يشتغل عليه أو يشتغل فيه أو ضمنه الحكم الأموي خصوصا وأنه كانت تحالفا لتيارات فكرية قوية شيئا ما كانت تيارات فكرية قوية مقارنة مع تلك التيارات الفكرية التي كانت تساند الأمويين فهؤلاء كانوا من الخوارج والشيعة والمعتزلاء والأطباء والمطلعين على الثقافات الأخرى إلى أخير كلهم تقريبا ساندوا الحكم الجديد العبازي وهذا الحكم العبازي منذ العقود الأولى من حكمه أتى بمواقف وأتى بأفعال تصب في هذا التجديد الحضاري الذي سبق أن وصفناه بأنه نهضت القرن التاسع الميلادي في بغداد إلى آخر ومن بين عوامل التجديد هذه صناعة الورق فحسب الروايات أنه ذات وقت ربما حوالي ما بين 160 و175 بتقريب هجرية 780 هكذاك بتقريب طبعا بتقريب اكتشف حراس سجنين يظهرون في منطقة سمرقند السجناء كانوا من الصين والمعروف أن العالم الصيني كان مطلعا أو متمكنا من صناعة الورق قرون قبل هذا التاريخ فبعد منتصف القرن الثامن الميلادي تعرف المسلمون على هؤلاء السجناء الصينيين واكتشف بأنهم متمكنون من صناعة الورق فاستخدموا في ذلك فانتقلت صناعة الورق من هؤلاء الصينيين إلى العالم الإسلامي وبترى من ناحية التقنية الأمر بسيط تحويل الخشاب وتكوين عجينة وتجفيفه وإلى آخرين كل هذه الأمور تبدو بسيطة ولكن الورق هذا لا بد أن ترافقه صناعات صغيرة أخرى الريشة المداد الأخرين وعندما تجمع هذه الإبتكارات البسيطة ستشكل زخما ذي أثر بالغ على صناعة الكتاب وإنتاج الكتاب وتداوله ونسخه وخزنه وتسهيل تناوله حتى في اليد بدل أن تأخذ جلد الماعز ستأخذ ورقاً إذن فلا بد أن يؤثر هذا على الفضاء المتعلق بالكتاب برمته وبطبيعة الحال سيمكن من انتشار الكتاب بأعداد أو فرق إذن هذا هو التحول المتعلق بصناعة الكتاب ولكن أيضاً التحول سبقاً أشرنا بأنه كانت هناك عائلات متخصصة في الطب مثلاً فينتقلوا علم الطب من جيل إلى جيل في نفس العائلة ويحصل تنافس بين العائلات طبعاً نفس الشيء سيحصل في صناعة الورقي ونسخ الكتاب إلى آخر الأحد هل تحولت أنذاك إلى مهنة؟ يجوز أن نقول ذلك وإن كان المهنة أنذاك كان يمكن أن يكون حتى مهنتان أو حتى حرفتان ما الذي يمنع لأن صناعة لا تحتاج إلى معرفة متقدمة جداً وإلى مجهود جبار إلى آخر مثلاً الكتابة كوظيفة إدارية ولكن ذات أثر سياسي أيضاً تطورت آنذاك منذ ابن المقفع وابن الحبيل الكاتب إلى ابن قتيب ابن قتيب كتب كتاباً بعنوان أدب الكاتب يصف فيه عمل الكاتب الكاتب الرسمي مثل كاتب الخليفة أو كاتب الديوان أو كاتب الولي إلى آخر مكلفون بالرصائل والحسابات مكلفون بأمور شيء ما تحتاج إلى معارف تقنية وحتى معارف لغوية وأسلوبية لأن أن تكتب رسالة سيوقعها الخليفة ويبعث بها إلى حاكم آخر طبعاً هنا الأسلوب يلعب دوراً ومعلومات الكاتب التاريخية والجغرافية وحتى الفلسفية سيكون لها دور لأن الرسالة مرآة لعدمة حكم معين إلى أي حد ساهم هذا الاكتشاف القديم في شرق الأرض كما قلت الجديد في المنطقة الإسلامية في تشكيل نقلة نوعية في تطوير النظرية العلمية هو فيما يخص الفاعلية العلمية كانت ذاته مسلك آخر متعلق بالترجمة ولكن بمأن الترجمة ستكتب وستكتب على الورق إذن سيكون الورق قد ساهم ولو بقسط ما بكيفية غير مباشرة في هذا الزخم الفكري الذي أسميناه بالنهضة الفكرية العامة خاصة في العلوب وأيضاً حتى في الموسيقى مثلاً في الموسيقى وفي الخط التفنن في الخط الورق يسبح به أحسن من الجلود وكم حيوان يجب أن تقتل لتحسن الخط مثلاً في الحين أن في الورق الأمر يتعلق بمنتوج من الأشجار إلى أخير الأشجار إذن فهو تحول حصل ما دونتم تستخدمون عبارة حضارة أو عبارة نهضة دعني أستخدم هذا المصطلح لأطرح عليك السؤال هل يمكن مقارنة ما حدث في هذه الفترة مع ما حدث مثلاً في أوروبا خلال ظهور الطباعة مثلاً تجوز المقارنة سنتحدث عن هذا فيما بعد ولكن فكما يقال بأن الكتاب قد رافق النهضة الفنية فكانت هذه النهضة طريقة مباشرة إلى ما يسمى الثورة العلمية طبعاً الطباعة هي بالذات محصول تطورات تقنية والتقنية تحتاج إلى معارف إذن تطورات في المعارف نفس الشيء حصل مع الورق لأنها تحتاج إلى معرفة بالمداد بالتحويل بالعجينة بتلك المواد التي يجب أن تضاف إلى العجينة كي الحصول على الورق وتقنية التجفيف إلى آخره الأخير لكل هذه الأعمال تجدر مقارنة من بين ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة الاتصال بين الأجيال وخصوصاً وخصوصاً الاتصال بين الأجيال من العلماء في السياق الإسلامي هل كان هذا الضعف أني تحدثنا في الحلقة السابقة عن ضعف على مستوى هذا الاتصال هل كان هذا الضعف عاملاً أساسياً في بداية الجمود الفكري في المجتمعات الإسلامية قد يكون قد يكون بدون أن نجزم بأن بداية الجمود مثلاً تستلزم اتراد الجمود يعني لا يمكن عقد بالضرورة هذه المقارنة لأن قد تحصل أو قد تبرز قرارات معينة توقف الجمود فتنهض الأمة مرة أخرى إلى خلالها فمن الصعب جداً الجسم في كثير من الأمور خاصة أنه لا زال هناك خزان من المخطوطات لما يستثمر بعده إلى أحلى فيبقى كلامه طبعاً كله نسبي وتقريبي ولهذا يجب أن يكون حذيراً شيئاً بطبيعة الحال وقابل للتنقيح ولكن على الأقل على ضوء ما هو متوفر الأم نعم يمكن أن نعطي أمثلة عن النضيف تحدثنا عن هذا لمشكلة اتصال أجيال يمكن أن نضيف أمثلة أخرى ذكرنا مرصد مراغة الذي بني حوالي 1260 حوالي 1260 أي 658 هجرية مرصد مراغة والفاعل الأساسي فيه هو نصير دون توصي نصير دون توصي نسميه بدون تردد بأنه عالم وفيلسوف كبير لعب دورا في اتصال مع تامور لينك تحايل اقترح عليه تطوير جداول من أجل التنجيم من أجل التنبؤ بمصيره حيال تنجيم ولكن قال لابد أن يكون هناك مرصد شرعة في بناء المرصد ودعا عالم فلكي مهما جدا من يظهروا لأنه كان في دمشق ومؤيد دين العرضي فكان من الأوائل الفاعل وكان قد اشتهر بأنه عالم فلكي كبير نصر دونتوسي إذن قلنا عالمون كبير ولكن بتلا كتب في الهندسة له كتاب عنوان تحرير وصول أوقليدس وسبق أن قلنا بأن ابن الهيثم كتب كتابين أظن أن أني وصفتهما بأنهم عظيمين في هذا البال في الهندسة بحيث أعاد تكوين الصرح الهندسة برمته هناك تفكير في الأوليات في المسلمات في التعريفات وفي بناء البرهنة من كيفية دقيقة جدا نصر دونتوسي كتب في هذه الأمور بالذات بعد أكثر من قرنين ونصف ولا تجد ذكرا لابن الهيثم وحتى إذا ذكر فإنه يذكر دون أن يعطي دليل على أنه اطلع على كتابين من تأليف بن الهيثم هذا في الرياضيات ونصر دونتوسي ونصر دونتوسي كتب في البصريات لست أدري عنوان عنوان نصر دونتوسي في البصريات تحرير كذا المهم له كتاب في البصريات وسبق وسبق أن قلنا بأن أهم كتاب كتب في البصريات وخلال قرون عديدة ربما تصل إلى ستة قرون تقريبا هو كتاب المناظر من الهيثم من الهيثم كتاب نصر دونتوسي يعود بالبصريات إلى بطل ميوث وأقليدس أي لم يطلع على كتاب المناظر بعد قرنين ونصف معنى هذا أن كتاب الهيثم لم يتداول بالشكل الذي يستحقه ثم حتى علاقة نصر دونتوسي رغم أن رغم أن المنطقة قريبة شيء ما إلى المنطقة التي عاش فيها البيروني يظهر لأنه لم يستوعب فكر البيروني العلمي تقول لم يستوعب نعم هنا الأمر يتعلق بسيطرة تقاليد فكرية على الفضاء الثقافي ماذا أقصد بالتقاليد الفكرية سبقا نقول بأنه كانت هناك مجادلات فكرية بين مدرستين على الأقل المدرسة التي أسميتها بالتقليد الأودوكسي الأقليدي الخميدي البارز بالخصوص في الرياضيات وعلوم الفيزياء والتقليد والتقليد المشائي الذي يغلب عليه المنطق ونظرية المعرفة والمتافيزيقة والإلهيات كجزء من الإلهيات أحيانا هي المتافيزيقة أحيانا جزء منها حسب المواضيع المطروقة لدى هذا الباحث أو ذاك فسيطر ابن سينا على الفضاء الثقافي آنذاك وابن سينا كان منافسا وخصما لذلك التيار الأخر رغم أن ابن سينا أشرنا إلى بعض الأمثلة بأنه كان مطلعا جدا على الرياضيات وعلم الفلاك إلى الأخر الأخير وكأن هيمنة تقليد فكري معين يحجب على الناظرين الالتفات إلى مسائل فكرية بلورت وتطورت ضمن تقاليد فكرية أخرى قد يكون هذا قد لعب دور لأن فعلا نصير الدين التوصي في كتاباته يدافع عن ابن سينا تقريبا في كل أمور المتحدث في الفلسفة الطبيعية يدافع عن ابن سينا فيهمله التقليد التقليد الآخر الذي سارف فيه ابن الهيثاب والبيروني إلى الأخير إلى الأخير بل أن بل أن بل أن التوصي يدافع عن ابن سينا حتى إذا كان قد تعرض ابن سينا لنقد ما من طرف مفكر آخر مثلا مثلا في تعليقه أو في شرحه لكتاب ابن سينا المسمى الإشارات والتنبيهات هذه الإشارات والتنبيهات سبقا شرح من طرف فخر الدين الرازي ولكن لم يعجبه لم يعجب شرحه فخر الدين الرازي لنصير الدين التوصي فرد وهاجم شرح إلى آخر شرح الرازي إذن لاحظ معي نصير الدين التوصي عالم كبير ولكن لم يستثمر ذلك الخزان العلمي الموروث والذي بقي يعني ربما في الخزانات لم ينفت عليه الباحثون إلى متى إلى أواخر القرن إلى أن توفي نصير الدين التوصي وخلفه تلميذه وهو عالم كبير أيضا قطب الدين الشرازي عالم كبير في علم الفلك أضاف نماذج هندسية الجديدة شيئا مع من أجل تقويم وتعديل وتهذيب الفلك البطلمي السائد بطلمي نسبة إلى بطلمي بطلمي فأتى إليه وصل فانتشر الخبر خبره هذا الأستاذ العظيم فحر الدين الشرازي وصل خبره إلى شاب بإسم كمالدي الفارسي كمالدي الفارسي فأتى إليه لكي يتلمذ على قطب دين الشرازي فنسحه قالوا انطلق وابحث عن كتاب المناظر لبن الهيثن ترى بعد أزيد من قرنين ونصف ابحث عن كتاب المناظر لقد سمعت أو رأيت أنه متوفر في خزانة معه وفعل بعد السنوات يعني قبيل 1300 ميلادية أي 700 هجرية يعني لنقول تقريبا 1295 مثلا وجد الكتاب من وجده الشرازي أم الفارسي وجداهم للأخير وطبعا قراءة الكتاب المناظر في صدعة مجلدات وكله تجارب ونتائج تجارب وتجهيزات استيعابه يتطلب ولو بقي وحده على الأقل ثلاث سنوات من أجل استيعابه علميا على الأقل ثلاث سنوات فقرأه كمالدي الفارسي إذن قرأه وأنهى قراءته حوالي 1300 بالتقريب فانطلق يكتب كتابه تنقيح المناظر إظهروا لي أشرته إلى هذا الكتاب تنقيح المناظر وليقولنا بدوره هذا الكتاب لقي نفس المصير أي الإهمال الإهمال هذا هذا ما نقصده بعدم اتصال عدم اتصال المعارف إلى الأخير في ضوء هذه المعطيات التي ذكرتموها هل يمكن التأريخ لسيرورة الانحضار هذه أو على الأقل لتوقف الخصوبات الفكري ممكن مع شيء من الحذر لأن مثلا ما حصل في الغرب الإسلامي وأشرنا إلى هذا ما حصل في الغرب الإسلامي يختلف عما حصل في الشرق الإسلامي وقد ركزنا على ابن خلدون ابن خلدون في الحقيقة لم يقم بدوره الحضاري التاريخي وعلما بأنه كان يعيش في لحظة كان فيها زخم فكري غني جدا أشرنا إلى ابن الإمام وإلى الآبلي وهناك مفكرون آخرون كتبوا حتى في الشأن السياسي يعني شكرا هذا المالك كانت ابن وردوان كبيلة ابن خلدون هل استفاد ابن خلدون من هؤلاء من هذه الدفعة أقول لم يستفيد جيدا وعاد إلى ممارسات فكرية عادية جدا إلى آخر وابن خلدون نفسه يتحدث عن هذا الإنحدام ولكنه مع الأسف لم يقم بواجبه واجبه بين مزوجتين طبعا يعني بمهمته التاريخية إلى آخر في الشرق الإسلامي الأمر يختلف شيئا معه كان هناك تطور ولكن ولكن يعني إذا شئت ولكن الشرط أن يعتبر كلامنا تقريبيا فقط بداية الانحدار في الغرب الإسلامي حوالي 1300 منتصف القرن الرابع عشر في حين أن بداية الانحدار في الشرق الإسلامي منتصف القرن الخامس عشر في الغرب الإسلامي لماذا نقول منتصف القرن الرابع عشر لنذهب إلى ما كان يجري في فاس مثلا زمن الحكم المريني الحكم المريني بدأ عند منتصف القرن الثالث عشر طبعا الحكم يستقر ويحتاج إلى زمن لكي يستقر فيها محاربة الموحدين وورحة الموحدين الأخير فنقول فنقول استقر شيئا ما حوالي حوالي 1260 بالتقريب أو 1270 لمجرد أن استقر الحكم المريني بدأ في بناء مدارس جديدة مدارس كثيرة في فاس وحدها لست أدري كم مدرسة بنيت ومدرسة في مكناس واحدة في سلا واحدة في مراكش واحدة في مناطق كثيرة وحدها بن محتفتاز الأخير وانطلق ما كان يسمى بالمناظرات المناظرات فقهية كلامية علمية ويستدعى علماء حتى من خارج المغرب ومن الأندلس أنذاك معنى هذا أنه كانت هناك دينامية فكرية ولكن بعيدة منتصف القرن الرابع عشر لنقول بالتقريب 1350 و60 حصلت أزمات كبرى في الحكم الماريني ارترابات داخل نفس العائلة المارينية ثم أتى الوباء العظيم وحد كورونا دي الوقت هو أخطر حوالي 1350 وبقي الوباء لسنوات ولكن هذا الوباء كان عالميا حتى في أوروبا فمات العشرات من العلماء المغاربة علماء العشرات من العلماء ماتوا ذهبوا ضحية هذا الوباء نعم ثم في حملة لأبي الحسن الماريني إلى تونس عند رجوعه غرقت سفينتان يظهروا وعلق سفينتون واحدة ثمات فيها علماء في نفس الحقبة التاريخية 1350 51 52 إلى آخر التواريخ طبعا تقريبية فكانت ضربة قوية لتاريخ الأفكار في المغرب إضافة إلى الأزمة السياسية إضافة إلى هذه الأمور كلها فحتى المناظرات لم تعد بذلك الزخم المعرفي إن كانت هناك مناظرات فكانت مثلا مناقشات لبعض الأمور يمكن أن نسميها تقريبا مبتذلة تقريبا التصور أنه من بين المناقشات التي كانت تجري آنذاك مناقشات حول هل الكتابة بالعربية أو القرآن على ورق صنع لدى الكفار في أوروبا هل حلال أم حرام مثلا هل جلوس الأستاذ على مقعد لكي يكون أعلى من الحاضرين حلال أم حرام مثلا مثل هذه الأمور إلى هذا الحد وصل إلى هذا الحد تصور أنه كان يوظف المنطق المنطق كان يفترض قلنا أن المنطق يهتم بترتيب الأقوال ترتيب الأقوال لبياني لنقول أن هذه النتيجة تفترض هذه المقدمات لكي نرتب أقوالنا ونتجنب التناقض والمفارقات الدلالية إلى آخر إلى آخر بدل من أن يقوم العلماء بهذا أصبح البعض يوظف هذا المنطق في مسائل مثلا يتذكروا أن هناك كتاب يتحدث فيه عن المنطق من أجل إثبات الشرف مثلا كي يثبت شخص أن أصل أن جده هو أبو بكر الصديق مثلا أو شيء من القبيل إذن ترى هذا نوع من الانحدار الفكري ساهم فيه يعني غياب إما طبعا يرافق للحيطات السياسي والالتراب السياسي وكل هذا وكل هذه المشاكل في الشرق الأمر اختلف شيئا ما ظل هناك التنافس كأشانا إلى هذا بين تيار إبن سينا وتيار فخدين الرازين وتيار الغزالي إلى آخر إلى منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن الخامس حيث هديم مرسد سمرق إلى آخر هل لا أتيت بتفاصيل في هذا الباب يعني هناك من يربط ما بين من يعتبر بأن تدمير هذا المرسد مؤشرا على بداية الجمود الفكري في المشرق الإسلامي هل لا أتيت بتفاصيل في هذا الباب هو حول هذا المرسد بني في سياق كتغرات فكرية هائلة أتذكر مثلا بعض الكتابات وبعض الكتابات لأن تخرج بعد مثلا كتاب لعالم فلكي وفي نفس الوقت فيرسوه في الأخيرين بجانبي واحد تسميته السمرقندي شمس الدين السمرقندي بجانبي أناس يكتبون في نظرية المعرفة في نظرية البرهان في الأخيرين طبعا يأتون في سياق مناقشة مسائل علمية وفلسفية إلى آخر نقاش ثري جدا فتبلورت جماعة ما يمكن أن نسميه بالجماعة العلمية جماعة العلمية وعند أوائل القرن الخامس عشر برزت جماعة تتكون على الأقل من عشرة علماء فلك ومهندسين ومناطق يعني مختلف العلوم منهم شخص اسمه الكاشي وآخر الكشجي وآخر قريزاد الرومي النسبور كان قبيلهم السمرقندي الذي أشرت إليه المهم أنه هنا كان هنا كنوع من الاتصال في النظر الفلسفي والعلم أنذاك فكان هنا كان الحاكم أولو بيك أو بيك أصله من التطار وأسلم وأصبح خليفة حتى في المجتمع الإسلامي القريب إلى آخر وكان يعشق علم الفلك فاجتمع الرأي على ضرورة بناء مرسد من أجل استئناف الرصد الفلكي لأن علم الفلك يقوم على الرصد رصد حركات الأجراء من أجل تطوير النمذج الهندسية من أجل استئناف ما كان يسمى منذ ثابت بن قر منذ قرون إصلاح الفلك إصلاح حالة النظرية الفلكية البطلمية هذه ضرورة الإصلاح كانت موجودة منذ قبل قبل المسلمين لأن بطلميوس نفسه في بعض الإشارات يشير إلى أنه يدخل بعض الآليات اضطرارا لأنه لم يجد حلول البرهاني المطلوب فطبعا فسارت الأمور على هذا الشكل مثلا ما كان يسمى بنقطة المعدل أي أن الأجرام السماوية لا تتحرك حول مركز بذاته بل حول نقطة مصطنعة هندسية لماذا؟ لأن نلوحظ أن حركة الأجرام ليست منتظمة مئة بالمئة أتنا بمثال فيما سبق بمثال عطارد والزهرة مثلا واضح أنهما لا يتحركني حول الأرض للأخير فخلقت لستؤدري إن كان يجب أن نسميه ببلبلة هندسية وإن كان المصطلح في قيل للأخير فطبعا الأمر يستدعي استئناف الرصد واستئناف النمجة الهندسية فبني هذا المرصد حوالي 1420 يظهر لي حوالي 1420 وطبعا البناء لابد أن يأخذ سنوات مرصد وتجهيزات بالعدسات من أجل مراقبة الأجرام على الأقل ثلاث سنوات وبدأ في العمل استؤدري حوالي 20 سنة أو 25 أو أقل أو أكثر فبرزت فتاوى فقهية تتهم هؤلاء بي وخصوصا وأن الإمبراطور قد توفيها فوجد الفقهاء الفرصة الثانية لإستار فتاوى ضد هذا المرصد وفعلا هدم المرصد لا أعرفه بالضبط حوالي 1445 بالتقريب 1445 إذن لاحظ نحن عندها منتصى في قتل الخامس 17 فكانت ضربة قوية لأن نظر العلم ترى هدم المرصد ماذا سيكون ما قالوا ذلك العلماء طبعا سينزوون كل واحد في جانب إلى الأخير وسيقل ستقل كثافة التواصل العلمية قلنا أن العلم يتطور عندما يكون هناك تواصل في أوساط جماعة علمية تتبادل المعلومات تتبادل الأدلة فتتقوى الروح العلمية إلى حين إذن هدمام المرصد وطبعا عند أواخر القرن 15 يمكن أن نقول أن هناك جمود واضح مقارنة مع ممرة أود أن أدلي بفكرة في هذا الباب قلت لك سبق أن قلت بأن بعض الناس يتحفظوا من الحديث عن هذا الجمود يقولون لا لم يكن هناك جمود ثم مقارنة مع ماذا نقول مقارنة مع ما سبق على ذكر هؤلاء فعلا هناك بعض الباحثين الذين يتحفظون أو لا يقبلون الاعتراف بوحدود تراجع حضاري للمجتمعات الإسلامية لماذا لا يقبل هؤلاء هذا في نظرك هو أن البعض لا يقبل الإقرار بتراجع هذه لأنه لأن هناك أمور قد لا يصرح بها فهناك من يتحفظ من دول الفقهاء مثلا تأجيلا للأمر لكي يربط بعدو خارجي لكي يقال بأن الجمود الحضاري في مجتمعات الإسلامية حصل نظرا لحصار خارجي مثلا يعني بفعل تدخلات خارجية أي لإبراز العوامل الخارجية وأنا لا أتفق مع هذا الطرح هناك عوامل خارجية ولكن هناك عوامل داخلية هي الفاعلة والحاضرة أساسا كيف لنقارن مثلا على المدى على مدى ثلاثة قرون مثلا لنأخذ من 1200 إلى 1500 ثلاثة قرون في التجارة مثلا التجارة آنذاك خلال ثلاثة القرون 1200 1500 التجارة العالمية كانت كان صلبها هي البحر الأبيل المتوسط موانئ جنوة البندقية الإسكندرية صيدعة في لبنان مليلية تونس إذن موانئ وتبادل التجارة والبضائر الأخير فكان هناك تنافس ولكن أيضا كان التنافس يلبسوا لباس سياسي لأنه آنذاك صعود الإمبراطورية العثمانية بينما في أوروبا لم تكن هناك إمبراطورية موحدة إذن العثمانيون حاولوا جمع العالم الإسلامي كله وتمكنوا بدرجة إذن ما طبعا لم يصلوا إلى فاس للأخر في أوروبا كان هناك تطاح بين الولايات والجمهوريات والإمارات كذلك والآخرين ولكن كان هناك تنافس تجاري طبعا التنافس تجاري من الأمن يتعلق بالسيطرة على المواد الأولية والبحث على المواد الأولية الجديدة الدهاب الملح المعادين الخشاب الأخري إلى آخر من أجل بناء القناطر الشق الطرق أعمال التحضيرية الضرورية آنذاك إذن في المسجد فيها تنافس وحتى إذا قلت مثلا أن قوة أجنبية قد حاصرت لنفرد قد حاصرت إمارة تونسية مثلا إلى آخر فهذا لا يعني بأنه اعتداء أيضا كان غرض الإمارة التونسية هو أن تنافس الآخرين فالأمر مثالت إذن موازين القوى إذن في موازين القوى العوامل الداخلية حاضرة حاضرة إذا لم تكن قويا من الداخل فستتعرض نعم ثم باهرة أخرى قلنا بين 1200 و1500 خلال القرن 15 بداية من 1400 بدأ الأوروبيون يستكشفون العالم الجديد على الأقل المحيط بإفريقيا فكان مثلا الباخرة تجوب من برتغال إلى موانئ إفريقيا أي لم تعد تمر إلى البحر البحر المتوسط فلعب هل تشوف الطرق تجارية جديدة خصوصا على رأس الرجاء الصالح مثلا عند نهاية القرن رأس الرجاء الصالح ثم الوصول إلى الهند إذن هناك سيروت تاريخية أخرى فأصبحت وكأن السوق التجاري الإسلامي أصبحت تتضاءل تدريجيا ثم أنه قلنا الذي كان ينافس الأوروبيين هو الإمبراطوريا العثمانية لننظر جيدا في نظام الإمبراطوريا العثمانية يظهر لي أنه سبق أن قلنا بأن الإمبراطوريات لا تكون لها نفس الاختيارات نفس الأفضليات مثلا الإمبراطوريا الرومانية حكمت البحر المتوسط كله تقريبا خلال لا لا أدري على الأقل خمسة قرون تصور خمسة قرون من الحكم الروماني لم يبرز فيلسوف في قامة أفلاطون أو أريستو أو وحتى جالينوس الذي اشتغل ضمن الإمبراطوريا الرومانية هو في الحقيقة ينتمي إلى الإرث الإغريقي اليوناني وليس إلى الروماني في تكوينه واللغة المستعملة عنده وليكتب باليونانية وليكتب باللاتينية إلى أخير أيضاً لم يبلور فنون نبغ في أمور هي التنظيم الإداري والعسكري وبناء الحصون ولكن لم يبرز في الفلسفة والعلوم إلى الأخير إذن الإمبراطوريا الرومانية كان يغلب عليها الطابع الإداري العسكري نفس الشيء بالنسبة الإمبراطورية العثمانية اتخذت الرومان نموذج ولم تتخذ اليونان نموذج بخلاف الدولة العباسية في البداية انتبهوا إلى أهمية أثينا ترى إذن فالإمبراطوريا العثمانية كانت قوية فعلا عسكريا وإداريا بدون حديث على المشاكل الداخلية بشكل داخلية حاكم يقتل أباه حاكم يقتل ابناه هذه المشاكل الداخلية خصوصا قبيل مرحلة الضرف فالعثمانيون لم يطوروا علوما ولم يطوروا فلسفة رغم أن المذهب الغالب آنذاك في تلك المناطق هو المذهب الحنفي والمذهب الشاف أي في البداية كان الحناء لنقولنا خصم الفلسفة والعلم العقلي هو الحنابلة وليس الأخرون رغم ذلك الأثمانيون لم يطوروا علوما مثلاً مثلاً دارت اتباع في أوروبا حوال 1450 رفضها الأثمانيون ورغم أن هناك أقليات ثقافية مثلاً اليهود والمسيحيون في أحضان الدولة الأثمانية كان يمكن أن يدخلوا تقنية اتباع طبعاً كانت ترفض كانت ترفض إذن كأنهم يرفضون التجديد في هذه الأمور ظهر بعض العلماء ظهر بعض العلماء وبنوا مرصداً آخر وربما كان آخر مرة في إسطنبول هذه المرة كان هلك العالم الذي أخذ المبادرة تقييدين تقييدين بلو معروف تقييدين بلو معروف أصله سوري فبني مرصد في إسطنبول حوالي 1560 أو 1570 الغريب أنه في نفس الحقبة التاريخية التي بني فيها المرصد الذي لعب دوراً مهماً جداً في نظرية الفلكية في أوروبا في جزيرة شمال ألمانيا كانت تابعة للدنمارك فنجح ذلك المرصد وبقي يشتغله في حين مرصد إسطنبول فوقش قلنا 1560 بتقريب ربما هديمة مباشرة بعد إنهاء البناء أيضاً بتدخل من الفقهاء المحافظين وبنفس التهمة ما باله هؤلاء هل يريدون الشرك بالله لمجرد أنهم يراقبون حركة الأجرام السماوية إلى أخير الأخير فهدم المرصد وتصور هذه الضربة إلى أخيره إذن الإبراطوريا العثمانية لم يساهموا كثيراً رغم أن أسطولهم البحري العسكري ظل قوياً إلى معركة لبانتي معركة لبانتي التي رقعت 1570 بالتقريب ولكن كانت هزيمة هزيمة كبيرة تاريخية وكبيرة ربما يقال أن المئات البواخر أحرقت وأغرقت تصور عظمة هذه الخسارة بالنسبة للدولة بالطبع ولكن لنؤكد في العلوم والفلسفة كذا لم يقوموا بشيء كبير طبعاً نسبياً ظلت بعض الأمور مزدهرة مثل صناعة الثوب مثل ربما صناعة العطر ربما بعض الأمور المنمنمات الكاليغرافيا ولكن في العلوم ما يسمى العلوم العقلية لم يساهموا بقسط مهم جداً فيجوز أن نسميه جموداً مش عيب والحديث عن الجمود مش سبان إقرار بمسائل تاريخية في مقالة لك صدرت عام 2005 حول الثورة العلمية في أوروبا خصوصاً وهذه المقالة تناولت الفترة خلال القرن السادس والسابع عشر يعني خلال القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ختمت هذه المقالة بطرح السؤال لماذا لم تحصل الثورة العلمية أو التحول المفهومي الذي يعبر عنه المفهوم لذا لماذا لم تحصل هذه الثورة في العالم الإسلامي هل قدمت لنا جواباً عن هذا السؤال نعم سندل ببعض الملاحظات شرطاً لا يعتبر جوابني نهائياً لأن الأمر يحتاج إلى مزيد قلت أن لازلت المخطوطات تبرز من حين لآخر فتأتي بإغناء إغناء وتقدم الفهم فعلاً لماذا طرحت هذا السؤال في تلك المقالة لأن كان هناك سؤال طرحه باحث حول العالم الصيني لماذا لم يحصل مماثل للتحول الذي حصل في أوروبا لماذا لم يحصل في العالم الصيني لأن العالم الصيني أيضاً ذكرنا الآن الورق صناعة الورق التباع الجديد ظهرت في العالم الصيني قبل أوروبا وحتى ذلك النمط من التباعة قبل جوتنبيك لأن هناك أيضاً تباعة أخرى تباعة نقول بالحروف الثابتة ولكن كانت صعب شيئاً ما أما التباعة جوتنبيك في أوروبا هي حروف متنقلة هناك ثالث كلا التباعتين قد ظهر في العالم الصيني الكوري إلى أخير ولكن لخصوصية اللغة الصينية هي لغة ماشية أبجدية فعلا هي رموز هي رموز إذن إذن تحتاج هذه التقنيتين التقنيتين معاً إلى مئات الرموز بينما اللغات ذات الحرف الأبجدي أسهل أسهل أيضاً بعض الأمور التقنية ظهرت في العالم الصيني قبل العالم الإسلامي وقبل العالم الهندي وقبل العالم الأوروبي فطرح السؤال لماذا لم تحصل ثورة علمية في العالم الصيني ولهذا طرحت السؤال والسؤال له له معنى طبعاً له معنى لأنه في العالم الإسلامي قلنا وسبق أن قلنا هذا خلال خمسة قرون على الأقل أربعة قرون من حوالي 800 إلى 1250 لم يكن هناك مجال لأحد أن ينافس العالم الإسلامي في العلوم والفلسفة والمنطق والطب الأخير يعني لأي أحد يريد أن يدرس الرياضيات أو الطب أو يأتي إلى بغداد أو قاهرة أو قرطبة أو طليت لا الأخير خلال أربعة قرون أو أربعة قرون ونصف بدون منافس ولكن منذ منتصف القرن الثالث عشر ستحدث عن هذا فيما بعد عند الحديث عن نظرة الأوروبية أصبح الأوروبيون واعين بأنهم بسدد تنافس حضاري لاحظ واعين بأنهم بسدد تنافس يعني كانوا واعين منذ البداية بطبيعة المرحلة التي يعيشون فيها مرحلة تنافس حضاري ولكن ماذا قلت حوالي 1250 ولكن إلى 1300 إلى أخير ظل المجتمع الإسلامي متقدما ولكن هناك منافسين ولكن هناك منافسين فترجموا من العربية و إلى أخير ولكن إذا أتينا إلى 1350 مثلا هنا سنعطي صورة توضيحية لا تخل من كاريكاتورية تفضل بقيات أو بقيات المجتمعات الإسلامية متقدمة مقارنة مع العالم الأوروبي والصين ولكن كيف بكتوب ولكن مقيدة في خزانات كلنا لا تتداول لا تتداول هناك مشكلة التواصل والاتصال إذن من حيث المعلومات في الكتب هي موجودة موجودة ولكن لا يتم تناقله في أوروبا حصل العكس تماما مع هذه المعلومات التي ظلت تتدفق على أوروبا منذ حوالي تسعمية تسعمية وخمسين ميلادية إلى ألف تدفقت معلومات وتراكمت شيئا فشيئا على مدى أجيال وحوالي ألف وثلتمية حوالي ألف وثلتمية ظهر هناك مفكرون حتى من داخل الكنيسة يخططون يجب أن نسترع الكلمات يخططون من أجل تملك هذه العلوم يلاحظ في حين أن التخطيط عندنا في العالم الإسلامي إذ محل شيئا ما استثناء ولغبك الذي قلنا أنه بنى أمر أو شارك في بناء المرصد لأنه هو كان يعشقه علم الفلك ولكنه لمجرد أن مات هدم المرصد إلى أخير إذن حتى المخططون تراجعت سلطتهم وتراجعت وتراجعت نفوذ كلمتهم بينما في أوروبا مثلا مثلا حوالي الف تلتة وعشرين نجد حركة فلسفية ومنطقية غنية جدا يساهم فيها أساتذة وكتاب مؤلفون من قوميات متعددة ترى يذهب إسباني من شبا جزيرة إيبيريا إلى بولندا ويذهب إنجليزي إلى شمال إيطاليا أي كثافة الاتصال بين هؤلاء تكثفت بكيفية بارزة فتبودلت المعلومات وكان هناك نقاش بين علماء اللاهوت الفلاسفة المناطق وبرزة أسماء ساهمت مساهمة فعالة جدا في تملك المعرفة العلمية يمكن أن نأتي بعشرات الأسماء من هؤلاء الفاعلين في الشأن العلميين أكام وأتغكو وبوريدان وأغام العشرات من الأسماء هؤلاء طوروا النقاش العلمي وأصبحت المناقشات في شأن مثلا ترتيب الأدلة الزخم الاستدلالي في العالم الإسلامي كان أقوى وأبرز ولكن هذه الأمور البسيطة كانت من عدم ترتيب نرتب الأدلة أي الدليل أقوى فنجده في العالم اللاتيني يتطور شيء فشيء إلى درجة أنه يمكن أن نقول بدون تحفظ أنه عند منتصف القرن الرابع عشر ترسخ التقليد العلمي وأصبح واعي ترسخ التقليد العلمي وأصبح واعي بأنه ينافس تقاليد في كتب وجود في ملدين أخرى إلى أخير فسار البحث العلمي في أوروبا نقول متاردا يعني متارد أي بدون تراجع أخذ منك أستاذي هذا الوصف يقول هنا تنتهي رحلتنا مع تطور العلوم خلال الفترة الإسلامية على وأشكرك جزيلا الشكر دعم ولكن لم أجيب عن السؤال لماذا لم تحصل لماذا لم تحصل لماذا مماثل لذلك قد لا نسمي الثورة العيمية الأخيرة ولكن مماثل لذلك في العالم الإسلامي إذن قلنا انحصار العمل الاقتصادي انحصار هذه تلك الصراعات ما بين الشيعة والسنة ظلت مستمرة ثم تزايد سلطة الفقهاء المحافظين وحتى إذا ظهر اسم ما مثل بعض المفكري مثل ابن تيمية مثلا ابن تيمية هو في النظر الرسمي ابن تيمية محسوب على المذهب الحنبلي المحافظ ولكن على الأقل ابن تيمية كان باحثا انتقد نظرية القياس الأرستية وما يلحق بها من تصورات الإبستيمولوجية في كثير من الأمور كان بلتيمية مصيبا في ذلك ولكن طبعا هو تجميع لملاحظات سابقة لأن نقد نظرية القياس الأرستية كان منذ منذ الناشئ منذ المعتزلة والشيعة وآخرين للأخير فجمع تلك الانتقادات ووجها نقدا ناذعا لأرستو وأغلب الانتقادات على صواب ولكن هل خط هل خط مشروعا بديلا بديلا لم يخط مشروعا بديلا وظل لجوؤه في آخر المطاف إلى الفقهيات ولم يتجاوز بثلاث الأمور إلى درجة أنه اتخذ موقف محافظة حتى من علم الفلك حتى من الرياضيات كأنه سار على في هذه النقطة بالذات على خط الغزالي رمى الختلاف بينهما الغزالي تبنى المنطق وبنتيمية انتقد المنطق ولكن في الموقف من العلوم العقلية إجبال كان خطاب هممون ساجيم تقريبا تقريبا نفس الخطاب حذر من التعمق مثلا في الرياضيات والفلك وسبق أن أشرنا إلى أن هناك بعض المسائل النظرية التي ينشغل بها عالم الرياضيات عندما يسئل إلى مستوى معين كأن يتحدث مثلا عن ما هو العدد إلى آخر بالنسبة الفقيه المحافظ هذه مضيعة للوقت لأنه علم غير نافع فلعبت هذه العوامل كلها الدور من أجل هذا التراجع الحضاري وعدم حصول ثورة علمية رغم أن كل الشروط كانت متوفرة منذ متى؟ منذ منتصف القرن الخامس الهجري أي زمان ابن الهيثام والبيروني والآخرين كانت كل العوامل متوفرة هل تعتبر أننا في هذه الفترة بالذات ضيعنا فرصة تاريخية لبناء صرحين معرفين؟ هذا تاريخ تاريخ لكل ضرفية المبرراتها وحيفياتها ولكن أخطاء ارتكبت بالتأكيد بالتأكيد ارتكبت لكن لا نحمل المسؤولية للأفراد الغزالي كما فوعدة أحيانا أو بتيمية كما قال وإنما هي السيرورة التاريخية هكذا وما الفرض إلا فاعل ضمن هذه السيرورة التاريخية تلك أمة قد خلت وضمن نفس السيرورة التاريخية بعد أن تذهب أمة تأتي بعدها أمة أخرى وهي ما تحدثت عنها يعني أعطيت حولها بعض الإشارات في هذه الحلقة حول ازدهار الفكر العلمي في في الحضارة الأوروبية أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وأعلن نهاية رحلتنا مع تطور العلوم خلال الفترة الإسلامية لمقدمة إن شاء الله توضيحات أكبر بخصوص تطور العلوم في الفترة الأوروبية خلال الحلقة القادمة شكرا جزيلا شكرا متابعين الكرام شكرا جزيلا لحسن المتابعتكم ونلتقي في الحلقة القادمة دمتم في رعاية الله